أعلنت الدكتورة جواهر المضحكي رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حاليا على توحيد أطر المؤهلات الوطنية قياسا بما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال المضحكي قالت في تصريح خاص أدلت به إلى مركز الأخبار إنه على الرغم من تجربة البحرين الحديثة في مجال جودة التعليم والتدريب إلى أن دول مجلس التعاون تعمد إلى الاسترشاد بتجربتها نحن في دول مجلس التعاون في عمل قاعد يصير حاليا على أساس أنه وضع إطار على مستوى دول مجلس التعاون طبعا والحمد لله يعني البحرين ولا ونحن ما بدأنا الآن يمكن سنتين ولكن في من الزملاء عندنا في الهيئة موجودين كاستشاريين في دول شقيقة عندنا كذلك تجربتنا أيون قريبا كان في وفد من دولة شقيقة بعد للتعرف على الإطار لأنهم قاعدين يبتدون في عمل إطارهم الوطني فإجابة لسؤالك ما أعتقد لنا ترف أنا أعتقد أن هذه من ضروريات الحياة حاليا لتأسيس مستقبل أحسن بتعليم أجود ترجمة نانسي قنقر